تقولك بس أنا في المصيف غالباً ما بفترش بتبقى قهوة مثلاً أو حاجة أو باكل صندويتش بسيط بطلع البحر طول اليوم وباكل متأخر جداً الغدى بيكون 7-8 بالليل فما بتعشاش وبكده بحس إن أنا ممكن أخس في ناس تقولك بيجيب معي نتيجة بخس وفي ناس تقولك لا بالعكس ده أنا بدخن من الوجبة الوحدة لفي اليوم دي رأيك إيا دكتور رأيي بلاش حكاية الوجبة الوحدة وأحسن إن أنا نجزأ الوجبات على اليوم مهم جداً إن أنا نبدأ يومنا بالفطار يعني اللي بيأكل صندويتش خفيف في الفطار ده أوكي هايل يأكل شوية فاكهة في الفطار ده كويس إنه ما ينفعش القهوة وبس أولاً القهوة على معدى فاضية دي ممكن تعمل شوية التهبات في جدار المعدة حتى لو فيها لبن يا دكتور يعني طبعاً لبن بيقلل قوي التأثير ده نعم بعض الناس معدتهم بتبقى حساسة حتى لو فيها لبن بتبقى مضرة للمعدة فأفضل إننا نبدأ بالفطار مفيش مانع إننا يعني نتغدى أو ناخد الدينر ده بقى بيبقى ساعة تمانية بالليل بعد ما نرجع من البحر وناخد الدش وكده برضو في وسط النهار بحب قوي شوية فاكهة وأنا طالع كده بالشمسية على الشمسية أخذ معي شوية فاكهة ساعة عشان لما يعدي بتاع الفريسكة مندهوش أبا شبعين أبا شبعين فالإغراءات بيبقى الواحد بيبقى قدرته على المقاومة بتبقى ليلة عندك الفريسكة واللوقتي عندك الريتسا وعندك الجندفلي وعندك الحاجات السيفود الأكل يعني بقى هو بالنسبة الناس كتير قوي البزنس اللي بيكسب في مصر فحضرتك يعني طبعا كل الناس بتروح بلاجات مع اختلاف مستوى هذه البلاجات البلاجات حتى اللي هي الأسماء الشعبية بتلاقي فيها بتاع الأكل رايح جاي والكوكاكولا عندنا في مكان بنروحه في السحل الشمالي كان أول سنة رحنا من خمس سنين ولا ستة فيه كشكين أكل على الكيلو ونص السحل بتاعنا دلوقتي بقى كل تلاتة متر فيه كشك ده غير اللي بيعده حضرتك عشان يسهلوننا الموضوع كمان بقت كل شمسية لها رقم وبالتليفون أنا رقم شمسية سيتي كذا عايزة قهوة معاها مش عارف ايه من دا ومن دا بيقولك على طول فطبعا الأكل حتى عالميا بقى متوفر وسهل طلبه ومغري بطريقة بتخلي الناس تدخن فين أكلات زمان أكلات زمان كانت أحسن جدا من دلوقتي طبعا من اشتركوا في القناة